حيما اسمعي لعن جديد أهلا وسهلا فيك بفوشيا وبفقريت باختصار باختصار وعالكاميرا ولازم حرطئ أنا بدي اعتراف أو بدي تعبير عن مشاعرك حاليا لزوجك اللي هو مسافر وإليك فترة ما شفتي عالكاميرا شو كتار كتار كتير يعني بتعرف الغنية اللي بتقول التعب الشو يشتق لك هي هيك يعني باختصار يعني قلتي لي تعب الشو بس دائما بصمة صوتك ما يزيل الكل وكتار حكوا عنا طيب بدنا هيك دندنة من تعب الشو للحبيب طبعا الزوج مشان كمان ما تتاخذ تتعنوان بغير قصاص لا لا مو تعب الشو اللي يغني له شي تاني طيب تعب الشو يشتق لك تعب القلب ينده لك قلبي ما حب من قبل ولا عندي حنين لعيون وعمري لمين من دون مرة أسنين مبخون ولو خلق اللي لا شاء الله خلينا نكمل باختصار هاي ما ليكي فقرت باختصار بدك تجابيني جواب سريع يعني ما حنبرر هل ما زال بالوسط الفني في وفا هاي ما تبعدي لي اسمين من هالأصدقاء الأوفياء لا ما بدي يعد يعني ما بدي يقول اسماء ليش تسألني هذا السؤال لا ما تحطي ليهم لأنه في كتير حساعدك أنا شوي محمود محمود نصر وأيمن عبدالسلام أنا بعرف يعني أصدقائك أعطيني لسا اسمين بنات بنات ممثلات يعني ديما فياد ديما من الأشخاص اللي أنا من لما رجعت لليوم ما تركتني ولا دقيقة ولا لحظة ولا ثانية فوق هي فوق معي تحت مننزل سوا يعني كل شي مع بعض الاسم الثاني بيلال مارتيني حلو يعني ما أنه طلبت اسم صبيتين بس خلاص لا للصبايا يعني بالأنا يعني دائما رفقات الشباب ما بعرف ليش غاروا من بعض لا والله لا والله أنا ما بغار من حدا بالعكس أنا كتير بحب يعني كتير بحب لما يكون في ممثلة عاملة شي كتير بحب أعطي وإلا أنه أنت كتير منيحة وهايك يمكن عندي رفقات صبايا أكتر أصغر مني يعني من الجداد أي عندي رفقات هي ما باختصار هل استعملت شهرتك شي مرة للحصول على خدمة مجانية؟ والله أي أوقات بعملها لا بدك تذكري لي الموقف مو بدك أسئلة أسهل هي أسهل لا والله مو متذكرة بس يعني أي أوقات أنه أنا أقول أنه أنا ممثلة وبدي يفوت لا أم عملتها يعني بس أنه بتصير بالصدفة أنه هنا بيعرفوني فأنا بتدلل أنا أقول بستحي لا أم ما بعملها طيب شغيرت الأمومة بشخصيتك؟ صبر عطتني صبر طولة بال واضح أي والله كتير واضح بعد تليفون مبارح أنا أعرف الصبر هي ما قلت لك سعرك بسعر الأولاد طيب هيك صبورة أنا يعني إن شاء الله شفت التعصيب لأنا كنت مع الصبت هذا اسمه صبر هذا اسمه كتير صبر طيب ماشي مين عنده موهبة فنية من أولادك؟ مش عقب التمثيل موهبة فنية يعني ابني الكبير حابب يدرس فيلم ميكين عنده كتير هوس بالأفلام والسينما والكاميرات والنصوص ويعني هاي القصص وعلى الأغلب يعني رايح باتجاه الفيلم ميكين الصبايا الصغيرة بتحب تمثل أنت ضد ولا مع إذا بدأ تصير ممثلة؟ لا طبعا مع ليش أنا بعمل شي ما بدي أولادي يعمل وشلون يعني؟ شو هالديكتاتورية هي حبيت حبيت طيب خلينا بالعائلة بعض التطحية الكبيرة اللي قدمت هي للعائلة طبعا عن قناعة وحب شو صار مفهوم العائلة بمنظورك انتي؟ يعني هيك إذا حدا بدأ يسألك شو معنات عيلي؟ هاي ما سماعي شو معنات عيلي عنده؟ كل شيء، كل شيء وأول شيء وأهم شيء وما في شيء بنافس العائلة خاصة يعني شيء انت بناته يعني إذا بدون يقولون لك على شغل انت عملته بيقول لك it's your baby هذا ابنك فتخيل يعني هاي ما في شيء عندك قطعة تياب ما بتتخلي عنا بتذكريك بشيء؟ أو أكسسوار؟ ايه عندي كتير قطعة تياب لأمي ما بتخلي عنا حتى لو ما البسته بس بلبسهم يعني أنا بحاول ألبسهم قدر المستطاع بس لا ما بتخلي عنا حبيت يعني حدا متعلق هيك بذكرياتها الحلوة ايه أنا أمي كان شخص استثنائي يعني بالحياة يعني الله يخلي كل الأمهات كل حدا عنده أمه أهم حدا واستثنائي ماما حتى باللي حواليها يعني كانوا يشوفوا إنه هي حدا استثنائي يعني فبفتخر يعني إنه ايه وكانت تدعمني كتير وكانت تحب إنه أنا كوم ممثلة وكانت تشوفني بأدوار وكانت يعني شو بدك لأعملك لتضلي عم تشتغلي بتمثيل يعني عادة بتتمنى زوجك يتخلص منه كل عاداته بحب أصد على غياب صرت حب كل الشغلات حتى الشغلات اللي بالمفروض إنه قال ممنيحة منيحة تاع مشا ما أطول كتير عليكي معورة ضد زيارة طبيب نفسي وهل قمت بها أم لا لا والله بس بحب يعني دائما بقول أنا لازم زور طبيب نفسي يعني دائما بكون عندي هذا المشروع وبالتهي ما بعد بعرف روح بس لا طبعا ما طيب هايما سماعيل بدي شكرك أنا كتير سعيد جدا جدا بلقائك وعلى طول بنا شوف هاي الطحكة شكرا أيهم حبيبي وعلى طول بدي تعصبي علي على التليفون انت بدأ لي بأوقات كتير بدأ لي وانعم خانق لولاد طيب أنا شو عمل أكل تخنام هايما سماعيل من حبك وناطرينك بكل دور حبيبي وأنا كمان كتير بحبكون وبحب فوشيا فوشيا دائما معي على طول يعني من الصعب رفض لقاء مع فوشيا ومعك طبعا وان شاء الله يعني يكون أدى لهاي المحبة